لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ماذا تبقى اذا من مصار احمد جيد صالح لم يبقى سوى عبد المجيد تبون في السلطة فقط الدائرة التي كانت محيطة بالجيد صالح بين سجين ومتقاعد وشبه معزول بقي في مكان بلا وظيفة ولا بلا سلطة ولا بأي شيء آخر هناك الذين هم في السجون وهناك الذين هم بصدر الاستماع إليهم في قضايا وهناك من تمت إحالتهم على التقاعد وهناك من خلوه همشوه ما عنده حتى قيمة في وزارة الدائرة هذا على المستوى العسكري وأشياء كثيرة داخلية في المؤسسة العسكرية لن نخوض فيها ولكن نخوض في الجانب الذي يتعلق بالمشهد السياسي بلا أدنى شك أن ما حدث مع تبون لم يكن متوقع فمباشرة بعدما أدى القسم الرئاسي في 19 ديسمبر بعدها في 23 ديسمبر توفي الفريق أحمد جيد صالح وكانت ضربة قوية بلا أدنى شك لذلك المسار لأنه كان هو القوي الذي كان يراهن عليه وكان يدفع به نحو توجه معين هناك من اتفق معه وهناك من خالفه بلا أدنى شك فهذا هو عالم السياسة وهذا هو عالم مثل هذه المحطات ولكن الذي حدث بأنه تمكن في تلك المرحلة أولا من حقل دماء الجزائريين أن المؤسسة العسكرية لم تتورط أرت في قتل الجزائريين أو الأجهزة الأمنية أو شيء آخر الأمر الثاني أنه جنب الجزائر ما قد يصل إلى حرب أهلية بلا أدنى شك كما قلت أن الذي حدث مع الرئيس تبون غير متوقع وفاة القايد صالح بعد ذلك وباء كورونا الرئيس وجد نفسه في عاصفة حقيقية حتى عندما دخل الرئاسة تحدثنا حينها على أنه وجدها ملغومة بلوبهات العصابة نحن عندما نقول هذا الكلام لا يعني أننا نزكي عبد المجيد تبون وأنه عبارة عن مهدي منتظر لإنقاذ الجزائر بلا أدنى شك أن عبد المجيد تبون هو من رجال بوتفليقة وهو وزير على مدار سنوات طويلة في حكم بوتفليقة وكان مقرب من بوتفليقة وكان مقرب من هذه الدوائر بلا أدنى شك ولكن نحن أيدنا في تلك المرحلة ذلك المسار لأنه كان الضامن بعد الله تعالى أن ذاك الجيد صالح وفضلنا أن نتماهى مع تلك الضمنات التي قدمها الجيد صالح باسم المؤسسة العسكرية والتي يعني أنها ضمنات المؤسسة العسكرية أفضل من أي مغامرة قد تؤدي إلى انزلقات وتعرف أنه إذا انزلق الوضع الأمني صعيب جدا أنك تسترجع بسهولة في ظل تحريض في ظل دوائر خارجية وداخلية تعمل على نشر الفوضى في الجزاء على كل حد عندما دخل عبد المجيد تبون الرئاسة وجدها ملغومة بلوبهات لكنه للأسف الشديد عبد المجيد تبون كان الغطاء القوي الذي كان يستضل تحته هو الفريق أحمد جيد صالح ولذلك حتى عندما ترشح كانت الحملة الانتخابية تبعه لم تكن في المستوى من كثير من النواحي حتى المحيطين به كان يسارع الزمن فقط يجيب في الناس حتى يدير مداومة انتخابية للرئاسية كان يتقدم برجل وكان أنا شخصيا من خلال متابعة له من خلال الحملة ومن خلال ما كان يتحدث يرحيلك بأنه فقط كان يتمنى رضا العسكر حتى يفوت للرئاسة هذه حقيقة لا يجب إنكارها وفي تلك المرحلة أن المؤسسة العسكرية هي التي مسكت الأمور لو لم تمسكها المؤسسة العسكرية لكانت انحرفات ربما وصلت إلى ما لا يحمد عقباه وهذه حقيقة ما يجب أن نغفل عنه عندما دخل الرئاسة من الأخطاء التي ارتكبها تبون أنه لم يقم بتطهير رئاسة الجمهورية بل أنه جاب معاه أشخاص أعطاهم بعض المناصب أعطاهم وهم أصلا كانوا أعرفهم في دائرته اللي كان عايش فيها وهي دائرة نظام بوتفليقة وهؤلاء الناس معروفين اليوم يوالي تبون غد ويشوف أنه هناك ظهرت قوة أخرى أكبر من تبوني وليها ولا لأنه الهدفهم هو ليس ولاء لبرنامج يخدم البلاد هو ولاء للأشخاص من أجل الحفاظ على أنفسهم في السلطة هذه تحطوا اليوم في بلاسة غد ويدور عليك يبيعك عندما يجد نفسه مع جهة أقوى هذه الحقيقة اللي باعوا بوتفليقة وصاروا يقولوا عليه عصابة وصاروا يشتموا فيه كانوا مقابلها يسبحوا بحمده كي ظهرت قوة أخرى رجعوا أيضا يسبحوا بحمد القيد صالح القيد صالح رحل سبحوا بحمد تبون فطرة وكان يشوفوا تبون راح يتساقط راح يروحوا إلى جهة أخرى لأن هذا هو طبع هذا النظام هذه من الأمراض التي تنخر النظام الجزائري والنظام الجزائري على مدار سنوات طويلة يعتمد على الولاءات يعتمد على واحد يشيت له وليس واحد عنده شخصية قوية يحب يفرض رأيه يحب يعطي وجهة النظر الصحيحة كيما تفوتش رأيه ويشوف شيء غلط يدير ما يديروش نحن لا أبدا المسؤولين المهم يدير حتى يقولوا المهم يدير يقولوا هذا الذي يحدث في الوزارات وفي البلديات وفي الدوائر والولايات والسفارات والقنصليات هذا هو الإشكال جاء بعطوه أمر يطبقوا حتى يشوفوا غالط المهم ما يغضبش هالجهات العليا اللي اعطات له هذا الأمر وهذا اللي وصل البلاد إلى هذه الكارثة التي تعيش فيها أيضا أنا قلت في تلك المرحلة أن هناك مخطط لإسقاط تبون تبون طح في الفخ المشكلة أن تعتبون أنه جاء وادخل للرئاسة وداخل بإسم التغيير وبإسم الحراك ولم يحط به رجال على الأقل صادقين خرجوا من رحم هذه الثورة الشعبية أبدا أحاط به رجال تعبوا تفليق جاء بفلان كان في حزب تاج جاء بالعقاب كان في حزب تاج جاء فولاء علان كان في حزب رفالان جاء بأخرين كانوا في مكاتب وتفليقة من الدرجة الثانية والثالثة يا ليتهم كانوا من الدرجة الأولى فقط بينهم اللي في مرحلة معينة انتقد شوي لأنه تم إقصاؤه وتم الاستغناء عن خدماته انتقد شوي تلك المرحلة خلاص جابوا لا وهذه هو الغلط اللي أوقع فيه تبون كاد يروح ضحية هذه اللي لبهات التي أحاطت به لبهات مصالح لبهات منافع ولبهات همها الولاء للأقوى وليس الولاء للدولة فرق شاسع ما بين جيب مسؤول ولاء للدولة إلى مشروع معين وجيب أشخاص ولاءهم للقوي اللي اتزوجهم يقول له عم هذه هي الإشكالية اللي حدثت مع الرئيس تبون وصقط في فخه وكاد أن يدفع ثمنه وإذا لم إذا عاد للجزائر وبدأ يمارس مهامه مجددا إذا لم يصلح هذا الخطأ رايح تشوفوا وتذكروا كلامي جيدا سيدفع الثمن غالي ولن يبقى أمام تبون إلا أن يساير هذه العصابات التي ستعود بقوة لنهب البلاد والإفساد فيها ويسكتوا عليه يخلوه إذا كان هو هدفه فقط يبقى رئيس رايح يخلوه وديروا رجلهم في البلاد وفي الشعب وفي الناس اللي الطالب بالتغيير وإذا كان أراد أن يتصدى لهم هنا تحتاج رجل قوي وتحتاج تكون الأجهزة معه طرى هل المؤسسة العسكرية سأرح تكون معاه في عهد شنجريحة كما كان من المفروض ستكون معاه لما كان القايد صالح لو لا راحله هذا السؤال يبقى مطروح لن نجيب عليه حاليا على كل حال لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله